سلام عليكم تسريبات ببناء 27 سد جديد على النيل قوة ما خلصنا من سد النهضة أصبر إسيوبيا بدأت إجراء ببيع سد النهضة أيوة زي ما اسمعت كده من يعطي المشروع مصر ربط نهر الكونغو بنهر النيل هناك قوة عظمة جديدة لإدارة أمر إفريقي فمن يمول مشروع القرن الحقيقي ويطيح بمصر من على عرش القرى لإفريقيا وهل وقعت مصر في فخ ألا عودة حلقة النهاردة معلومتها عيرتهين تسريبات تكشف لأول مرة محتاجة منك 50 تشاي وتشوف الحلقة الآخر دقيقة النهاردة هنكشف ليك اللي عمرت ما سمعت عنه اقصاد والسياسة وعليه بشوية حلقة مسيرة فعلت لكنها موسقة ما تنساش بقع اللايك والكومنت والاشتراك في الصفحة والقناة على اليوتيوب يعني ده بيدعمنا أنا محمد أبو عاصي وجاي أكلمك اقتصاد ومصالح في خمسين تقتصاد هناك من صرب وهقولك مين دلوقتي مشروع قطير بموجب المشروع ده تتحول إسيوبيا إلى قوة تحكم منطقة شرق إفريقيا وحشر الطاقة في إفريقيا كما تصنف داخل المشروع أحد أهدافه سحب بوساط الهيمنة المصرية على القر كيفية كده على مصر ده على حسب التسريبات وده عن طريق مشروع عالمي لبناء 27 سد عملاق موزع بين حدد من الدول يصعب على الدول المصاب بمصر والسودان السيطرة عليها من هيماوله هتعرف دلوقتي تتعامل مزاد على من يماوله المخطط أول قطة كانت مشية أنه يبدأ البناء من أكثر من عشر سنين في سد النهضة ويكتمل السبع وعشرين سد في 2023 ويفتتح معهم سد النهضة الرئيس الإسيوبي رئيس الوزراء أبي أحمد طلع من يومين عشان يستفز المصريين كعطول أن السد يكتمل في نهاية السنة دي 2024 ويوصي الملء فيه لين 62 مليار متر مكعب بنهاية ديسمبر 2024 ويخلص الملء النهاي البلغ 72 مليار متر مكعب في 2025 عايزة ألفت نظر حضراتكم إلى أن 27 سد دول مش بس هيكونوا في سيوبيا دول مفرقين على طول النهر في الدول المطلة عليه يعني مثلا نشوفنا في الكونغو عمل التاني أكبر سد في العالم اسمه جراند إنجا 3BC بعد سد الصين وموليته الصين وأمريكا وروسيا رغم الصراع اللي شايفينه داير ما بين القوى الثلاثة دي برضو هتكون واحدة من عملقة الطاقة في فرق فاكرين موضوع جدر الأرود اللي طلع فيه من يومين والتي تكلمنا عنه في حلقة هنا ضعيف وكمان بتحضر نفسها أو بتحضر نفسها كونغو عشان هتقول لا فاكرين موضوع جدر الأرود تاني فاكرين موضوع جدر الأرود اللي طلع من يومين أو طلعنا من يومين تتكلمنا فيه وتتكلمنا عنه في الحلقة دي أو موطنه في الكونغو ورزب ما فيه عمليا الضغط كمان بتحضر نفسه عشان تعمل محطة طاقة نووية يعني هتبقى حاجة خطيرة وموضوع الجدر ده هدال الضغط عليه تفضل تحت السيطرة وفي الرب المعين نرجع لصد النهضة رغم المل المعلم من أبي أحمد وغيره وحطف مصر الأنين منه لخطورة نقص المياه وحصتنا اللي هي دوب 55.5 مليار متر مكعب أول عن آخر لأن الأخطر حسب قناته أو حسب ما تم نشره في دوتش بيلا الألمانية إن السد يحجز 125% من كمية المياه اللي جاية من بحير الفكتوريا عرار وطبعا متضمنة حصة مصر والسودان وده مخالف لكل القوانين الدولية والممظمة لحصص مياه النيل للدول المتشاطعة على نهار الدولية زي نهر النيل لأن السيوبي يعتبر بحير الفكتوريا ملكية خاصة مخلصة لها وحدها وليست ملك ل11 دول وممكن يبقى 12 بعد ما يقسموا المتقسم وهنا معصود أقصد مين مش عايز نقول السودان الشقيق ربنا هي هزمتهم على خير نرجع للمخطط المصرب واللي صربه كشف عن الجهات الممولة اللي قاعدت في اجتماعات من 2005 لحد 2008 في باريس وغانا عشان يجا دول الديون اللي مديون بيها الدول الإفريقية اللي وصلت لحوالي تريليون و152 مليار دولار في 2024 حسب صدور أو حسب آخر تقرير لبنك التنمية الإفريق اللي طلع في مايو اللي فات وخدمة الدينة لوحدها وصلت 163 مليار دولار سنويا للدين الخارجي فقط في 2024 طب ما معناش نتفى يبقى الدينين يتصرف لكم أن تتخيلوا حجم المصيبة والساسل اللي مقيدة بها كل الدول الإفريقية للجهات والدول المنيحة للقروض والده هي كلمة السر من قديمة الأزل لحد دلوقتي بما فيهم مصر طب الناس دي كلها عشان تاخد فلوسها كاش وده مستحيل طبعا شرطت على الدول الإفريقية في اجتماع غانا 2008 عبر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في وسطاء أن كل اللي ليه حاجة عندهم يدخل يعمل بها استثمارات أو يشارك بأسهم عشان يلم فلوسه بالتأصيد لأن في العرب كده ما فيش كاش فلوس نسدد لهم يعني وهحكي لكم في سيوبيا بتعملي دلوقتي عشان تسدد اللي عليها والمين وهتبقى مفاجأة كبيرة قوي برضا قد بالك أن القصة دي فيها الدول العربية بتستسمر بتستسمر في موضوع الديوم هذه النقطة تانية المهم اتفعت الدول بما فيها البنك الدولي وبنك التنمال الأفريقي والدول الأوروبية تدخل بأسهم أو منح للحكومة الأسيوبية وتبقى أو تبني 27 سد على طول مجرى نهر اثنين يخلصوا في 2023 في عدد من الدول وهنيجي السبب تاني قوي غير الديوم في اختيار النوع ده من الاستثمارات مع الأوروبين بالزال وضعوا خطة للتنفيذ على ثلاث مراحل احنا المفروض على وش المرحلة الثالثة اللي الأسيوبية هتبدأ تصدر فيها الكهربا دي للدول المساهمة الأول نحسب مجموعة طاقة أو الكهربا المتوقع انتاجها وهي حوالي 25 ألف ميجا واط من الكهربا ممكن توصل لـ 45 ألف ميجا واط مع اكتمال المشروع كله وقررت الجهات الممعولة بالاتفاق مع السلطات الأسيوبية على تصدير كم الهائل ده من الطاقة القهرومائية لكله من كينيا وجيبوتي وتنزانيا واغندا ورواندا والصومال والسودان وجنوب السودان واليمن والدول الاتحاد الأوروبية المفاجأة ان بعض الدول دي دفع مؤدما ولمواقزة مشاركوا التنسلية كبيرة وطويلة قوي علينا وحقول لكم حالا التحركات اللي بدأيتها يا سيوبيا مع الدول دي بقالها كذا شهر في قشنا عشان تأمن المرحلة الثالثة اللي هي بتعتبرها نهائية نيجي بقى للخطة كانت ماشي يزاي الاول هنبدأ في سد النهضة لانه هياخد وقت طويل في البنى والتمويل وقبل ما توصل التمويلات وهنا عايزك تتنظر حضراتكم لتصرحات أبي أحمد اللي بيكررها دايما قدام الإعلام الدول ان اللي بيمول السد هم الإسيوبيين دافع الضرائب وأنا حرد وعود إرجاعوا للدراسة وأرشيف موقع شركة الطاقة والتنمية الإسيوبية وتقارير البنك الدولي وسندوق النهد الدولي وبنك التنمية الإفريقي وهم هيقول لحضراتكم من اللي دافع الإسيوبيين ولا حد تاني لدرجة انهم عطلوا خط الكهرباء والطريق الدولي اللي بيبدأ من كينيا ويمر على بروندي وجيبوتي ومالي وأوغندا وكانت مصر مشاركة فيه ضمن طريقة قاهرة كبتون وبنك التنمية الإفريقي كاشف عن قضية فساد متورد فيها شركات تبعة لإحدى الدول الإفريقية مش هنقول يسمع نرجع للمخطط عشان أقول إن فيه تبويل خافي بيعملوا بنك الاستثمار الأوروبي والحكومتين الفرنسية والإيطالية اللي منحوا الحكومة الإسيوبية قارد بقيمة 11 مليار يورو من أكتر من 10 سنين لإنجاز مشروعات الطاقة ومن بينها السدود المتوقعة ودخلت الشركات الفرنسية والإيطالية هي اللي تنفيذ سد النهضة وبيدفعوا 3.5 مليار في كل دفع بالتدريب مع إنجاز كل مرحلة لحد 2023 وطقريبا خلصت كل الدفع خد بالك ما أعلنته إسيوبية حول إنتاج سد النهضة 6.000 ميجاواط في المرحلة المبدئية للتشغيل كلام مش صح لكن الحقيقة بتقول إن الإنتاج المتوقع يعني حوالي 5.250 ميجاواط وده بيعكس الخسائر اللي بتتقدر بحوالي من 50 ل 100 مليون دولار وممكن تزيد لإن فيهم ونفسين زي مصر وجنوب إفريقيا دلوقتي ومعاهم الكونجو وغندا بدأوا ينتقوا كهرباء في كميات كبيرة وبالتالي المعروض زايد لبسع رئيل من ثاني دافع مقدما لإسيوبيان التسريبات بتقول إن مبيعات إسيوبيان للطاقة والكهرباء من سد النهضة مبدئيا بتلاتة وتلاتين مليار دولار لجيبوتي والسودان خلال فترة من 2013 ل2014 المبيعات العادية للسبب نتكلم إيه اللي هيحصل في السلد النهضة وخمسين في المية منهم عبارة عن سداد كز من ديون الحكومة الإسيوبية للبلدين وخصوا على كده باقي البلاد وهنرجع ليهم سجل تقرير بنك الدولي في 2012 وتقارير صحيفة أفريكا ريبيو 2014 إن كل محاولات دول التحاد الأوروبي اللي بتعرض الوسطة من مصر وإسيوبيا وغيرهم دي الوقتي ده مش من سبيل الحب أو الجد للإثنين ولكن بسبب الديون المتكومة على حكومة أبي أحمد واللي قبله ومش قادرين بيسددوها ولا كانت قادرة تكمل السد وتصدر ليهم الكهرباء اللي كانوا بيستنوها وهي الكهرباء النظيفة بحلول 2025 ل2030 حسب خطة التحول الأخضر بتاتحاد الأوروبي وخصاد الأخضر واللي عاوزة تنجزها الدولة الأوروبية بيقام السدود توصل لها الكهرباء النظيفة تماما من 2030 ل2050 وكون التحول الكامل انتهى حسب تعدلات الدستور الأوروبي اللي طلعت في 2013 لأن حسب التسريبات بتقول أن أوروبا بتستهدف أن مجموع الكهرباء اللي طلع من السبعة وعشرين سد تقدر تنور كل دول الاتحاد الأوروبي بالليل زي النهار عز النهار يعني للدرجة دي يا عصي آه والله مش هل اللي بقول التسريبات اللي بتقول طيب يجي واحد يقول لي وإيه اللي يخلي الاتحاد الأوروبي يوح أخر الدنيا في إسيوبيا عشان ياخد الطاقة منهم ما إحنا أقرب ليهم وبعدين إزاي حيصدروا ليهم الطاقة دي أسئلة وكيها وإجابتها أول الدول الأوروبية اللي كانت محتلة قارة إفريقيا لما اتمرأت عليهم الشعوب حصلوا على استقلالهم فاكرين في الخمسينات والستينات أي من رئيس جمال عبدالنصر ساعتها الأوروبيين ما سابوش أفريقيا وخرجوا منها لأن فيك نوز هناك حضرتك ولا سابوا أموالهم ولا كنوزهم دول دخلوا مناتك هالتاني أنتم معكمش فلوس تناموا بلدكم ولا تتعالجوا ولا 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 إحنا هنديكم الفلوس دي شوية عن طريق المنح وقرود ميسارة وشوية من البنك الدولي وإحنا هنبنكم وشو عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي وسندوق النقد الدولي لحد مواصلة الديون إفريقيا في الـ 54 دولة لـ 152 مليار دولار وخدمة الدين كل سنة حوالي 163 مليار دولار مصر أعلى دولة مديونة سندوق النقد بحوالي 14 مليار دولار في تقرير صدر عن مائة كارينجو ده مائة تركز مع تقاريره أوني أنها تقلق ومش سلف بينه أن كل مشاريع الطاقة بأنواعها فقارة إفريقيا مولدها دول العشرين الكبرى من سنة 2012 لحد 2021 بقى أكتر من 345 مليار دولار موزعين دين الدول نجي بقى للكونج ده موضوع كبير قوي عمل الثاني أكبر سدك لحالة بعد سد الصين وروسيا اسمه كراند إنجا سري بي سي واتكلت 80 مليار دولار خلال 2012 تم البدء فيه استغرق سنتين تقريبا مولوده مجموعة دول التنمية العالمية المساهمة في البنك الدول ممثلة كبر الدول أوروبا وأمريكا والصين واليابان بالتعاون مع بلك التنمية الإفريقية قدموا لها قارت مبتعي 37 مليون دولار ثم 73 مليون دولار ثم بقى الدفعات وهكذا عشان إيه؟ يلحقوا يخلصوا المشروع بالتالي واتبنى السد على وادي بوندي اللي حينقل ستسي نهر الكونغو السد وهنا بقى أفكر حضرتكم ليه مشروع مصر ربط نهر النيل بنهر الكونغو عطل وما تقوليش بسبب المعوقات الفنية لأن في ظل التطور التكنولوجي المعوقات سهلة حلها حضرتك النهاردة بقى بنجاود ليه المشروع حطلان أو ماشي ببطل لأن المية مدبعة مقدمة بكل وضوح وبلا مواربة سد الكونغو حضرتك حيخزن قدامه 15.5 كيلو متر من المية الاحتياطية بطول 15 كيلو بيتر ويمتط طاقة كهرومائية بتقدر بـ 400 ألف ميجا واط واللي تعتبر أكبر كمية طاقة مولدة في قارة إفريقيا مجتمع خد بقى دي كمان إن تعرفت الكهرباء المولدة من سد الكونغو هتكون تمنها قليل يعني لها تعدى ثمن كل كيلو واط ثلاثة سنة وكانت بتحول إثيوبيا تعمل كده عشان تدرب لنا مشاريعنا في مادة حطوط الكهرباء في إفريقيا وطبعا رخص الطاقة دي كان رهان كبير بترهن عليه الدول الأوروبية مش بس في الكهرباء النظيف لكن حتى الغاز الإفريق أرقص من غاز الخليق عشان كده منظمة اليونتات طلعت تقرير بتقول إن الطلب هيزيد على مصادر الطاقة من إفريقيا خلال 20 سنة جايه بنسبة أفوق 67% خصوصا في الطاقة الكهرومائية حسب تقرير الـ UNCD للأمم المتحدة قبل ما نسيب سد إنجا سدية بتاع الكونغو عايز أكشف لحضراتكم حاجة مهمة المهمولي سد الكونغو قالوا للكونغو حتى دول بحيرات العظمى في قلب إفريقيا إيه رأيكم لدول المنطقة باللي فيها خدوا بالكم من المصطلح لا ندول الموارد بحيث تبقى بتاعت الكل يعني نجيب هيئة دولية مستقلة تجمعنا كلنا هي اللي تتولى إدارة وتصدير الطاقة الكهرومائية دي تحاسب عليها أو تحاسب عليها وتوزع للحكومة الكونغولية حصتها ألف ميجا وات مثلا من الكهرباء اللي هتبيحها الحكومة بتورها لشركة الكهرباء أو شركة الكهرباء بتاعتها اللي هتبيحها للسكان وتوصيلها للمنازل وبعد نبدي 1300 ميجا وات للشركات والمصانع ونبيع 2500 ميجا وات لجنوب إفريقيا وباقية الكميات نعمل بها عود مع كل دولة أو قطاع خاص ونصدر الكميات الطائلة دي من الطاقة ومن الاختراح الاختراح ده رئيس وزراء الكونغو السابع متاتا بونيو وده تصريحاته اللي ميتمال ليها أكيد موجودة على موقع البنك الدول لأنه مفيش حد يبيع موارد بلده ويجعلها سبيل دولي بالشكل ده إلا لأسباب خفية يعني هجيب هيئة أجنبية هي اللي تقسم حضرتك ودي مشكلة صد النهضة وإنجا مشاركة فيهم الصين من بين 14 لمليار دولار موزعين على السدين محطات طاقة كهربائية لكن السدود اللي تكلمنا عنها وغيرها لازم يكون لهم ملاحي يعني صدود صغيرة تبع عبارة عن مخارط المي وبالفعل بنات السيوبية ثلاث سدود ملحقين بسد النهضة هما جيب وان وتو وسري ودي خارطتهم هتظهر قدامك على الشاشة وبتشارك الدول دي في تمويلها وعلى رأسها الصين اللي قدرت تنتج عشر تلاف ميجا واط من كل المحطات لحد دلوقت وتفوقت على الأمريكا اللي ما طلعتش من حجم تمويلها جل ألف ميجا واط واحد من كل القارة طيب في بقى عندي نقطة لازم تعرضت سد أغاندا ما هو فيه سد برضو في أغاندا نيجي السد كاروما ده في أغاندا وده تبني على نهر كايوجا أحد فروع نهر النيل ببحيرة كايوجا وبحيرة بكتوريا في المنبع وبدأ يولي الطاقة من شهر ستة اللي فات في 2014 بمقدار 600 ميجا واط متقسمين على ستة تروبينات كل واحد ميت ميجا اتكلف مليار دولار و 398 مليون دولار اللي بتدورو أو بتديرو شركة الكهرباء والطاقة الأغاندية واللي مول البنى ده بنكة تصدير والاستيراد الصين بنسبة 85% والباية دفعته الحكومة اللي شنفرد سد ناجيريا ناجيريا بقى الصين مولت محطتين كبار لتوليد الكهرباء أو التاقة الكهرومائية الأولى في 2017 اسمها التارب عمابيلا ودي بحوالي 85 مليار دولار بتوليد أكتر من 33 ميجا واط أما المحطة الثانية كينجو جيبا في 2022 بحوالي مليار و 300 مليون دولار الصين لوحدها مجموعة ديون اللي هي مدينة بهم القرى الإفريقية أو هم 10 دول منهم 4 على نهر النيل إحنا واحدة منهم على فكرة بيبلغ 12% من مجموعة ديون القرى مجتمع حسب أخذ تقرير لسندوق الناد الدولة في 2024 فاخذ بالك من الملطة ديون طيب مجموعة استثمار الصين في 3 مصادر الطاقة الشمسية والكهرومائية والرياح ركز معي بقى في الرقم ده وصل لحوالي 30 مليار دولار تبقى لصحيفة Global Times 60% منهم رايحين في دول السحر والصحراء وده لأن الصين حيث تستبدل مصدر الفحم اللي جولد لها أكتر من 56% منطقتها بالموارد النظيفة عشان المراجعات السنوية بتاعة البرنامج التغيرات المناخ ولان ده المستقبل يعني طيب ده غير استثماراتها في مشروعات البنية التحتية وخصوص الاستجاكة الحددية اللي فين اللي ربطت تقريبا بكل دول إفريقيا بعضها ده مشروع الحزام والطريق نجي بقى للعبة اللي بتلعبها دولة الكيان في دول أو ما بين منطقة نهر النيل كلها على طول الدول يعني على سبيل المثال وليس الحصر في سنة 2020 وصل حجم تاموري استثمار الإسرائيلي في الطاقة المتجددة في دول حود النيل وغيرها لمتين مليون دولار تفقى لبنان مكالة فينيرشي جلوبا للإسرائيلية في زيارة بن يمين نتنيعو الأسيوبيا في فبارل اللي فات 2020 قد من الحكوبة الأسيوبية تعوضت للأهالي في إقليم الأرومو عشان يعوضهم عن نقلهم من مكانهم اللي كان في بيوتهم ومزارعهم في منطقة بون السد بعد احتجاجات كتير وفات نتنيعو على أغندا وطبعا على السودان ولمح بموضوع الاتفايل الإبراهيمي في مقابل إزالة السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب ووزلت العقوبات على البطر الاقتصادي علوم والتحفظ على أموالهم اللي برا وبعدين بلوها بالحرب عشان ترتبات كتير ممكن تشوفها في حلقة عودة اليهود اللي عملناها من يومين ثلاثة معنا حلقتنا مربوطة ببعض من بين أهم المشروعات اللي دخل فيها إسرائيل والصين بيت نفسه يعني في دولة جنوب السودان وبيموّلها بنك اسمه كوش بانك واللي ما يعرفش التاريخ اللي مملكة كوش اللي هي في السودان كانت على علاقة وسيقة بمملكة يهوزة بتاعت اليهود من حوالي أكتر من 3000 سنة عشان هنا هتظهر لنا خلفيات معينة دي لمحة بسيطة من السباق اللي بين القوى العالمية على تنزق إفريقيا ولسه مشروعات التاقة والتعديل في كل أنحاء القرى مش عداء لي نقطة الدول العربية بالتحديل وإنما هي مصالح أنا بستثمر في سدها يجيب لي مليارات بعدين هتقول لي إزاي هنبقي التاقة اللي طالع من السدود دي للدول أو البلاد اللي دفعه تمنها مؤدما أو مؤخرا سؤال وجيه جدا ويجبته إن التاقة دي ممكن تتخزن في بطاريات ومن هنا ده بيقودنا للسباق المحموم على الاستلاء وما لهاش تعبير غير كده على معادل الليسيوم والكوبالت والسينيول اللي بيجي من مزرعات القصب والدرة عشان يدخلوا في صناعة البطاريات بأنواح ده غير إنه ممكن يشوف دولة وياخد منها خطوط الطاقة الكهربائية وينقلها على أوروبا أو يجيبها عن طريقك لو أنت وفقت فده نقطة يعني برضو مخرجناش مقارة أفريقيا ده غير النقط اللي اكتشفوه في جنوب السودان وبتصدره للصين واليابان وسينغافورة وماليزيا اللي وقده احتقار لشركات الاستخراق وإيطاليا بمليارات الدولارات اللي جانب الدهب اللي بتسجل فيه السودان ثلاث أكبر منتج للدهب على مستوى الفقر نيجي للجزء لإيسيوبيا وعبيتها خليه أخد مبيئة للآخر عشان تبقوا معي في الصورة للتحركات بتاعته في مقابل تحركاتك عشان تبقى عارف إلي بيحصل وليه مصر نقلة جيشها هناك على الحدود قبل ما ابتأ كلام عن تحركات إيسيوبيا عايز أقولكم إن إيسيوبيا بدأت تبيع المية فعلا اللي طالع من الميال محجوزة وراء السد وبالتحديد في إقليم الرومو اللي فيه السد من سنة 2020 وعملت عهد مع شركة بريطانية كانت بتصدر لها حوالي 1200 طن من المية المعبقة في الزجاجات كل شهر ب7 مليون دولار وزادوا بقوا يتشحنوا 50 أو يتشحنوا 50 كونتينة تخيل بقى معايا نجاح التجربة في إنتاج المية بقوا بيصدروا للسعودية وشيبوتي ودول مجاورة تاني ودلوقتي فيه 97 عملية وخدها الشركات لإنتاج المية المعبقة من مياه سد النهضة وصلت مجموعة في 2020 لأكتر من 92 مليون دولار كتبا لحضرتها ده إرباء الأيام دي نتتكلم داخل على حوالي 50 مليون دولار شهريا في النقطة دي جيري لصندوق النهد الدولي هيقرض إيسيوبيا 10 مليارات دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لأن عندها مشاكل مش قادرة تسد الديونها طب إيه هي الإصلاحات تعويم العملة البيري الإسيوبي وبدأت فعلا إجراءات التعويم تخرج الدولة من الاقتصاد إزاي بيع الشركات كهرباء والمياه عشان تكون إدارتها تحت إيد القطاع الخاص أجنبي ومحلي البيع حكومة طرحة في البورس وميئة رشيل الشيلة أكد الأجنبي لأنه مساهم أصلا ولأن ساهم الكهرباء والمياه رابح ده بيزنس حلو كمان تشغيل السد هيكون تحت إيد شركات قطاع خاص وليست حكومة فده بيزنس فيه أنت مش عايز يعود معاك يتكلم في قواعد الملك والتسجين لأنه هو أخطر حاجة بالنسبة له هو مش في إيده وبدأت إجراءات التخارج من الشركات لحيب فيدي الشركات اللي هدين نجي بقى للتحركات اللي شغالة عليها إيسيوبيا من شهر ستة اللي فات أولا طلع وزير خارجيتها كتب تويتها مستفزة قال فيها ما معناه أن احنا أحرار في مياتنا نستثمر فيها ونعمل فيها اللي احنا عاوتين وفي صراحة كده أن يجد بتاعي في شهر سبعة اللي فات حلاج إيسيوبيا عن اتفاق عسكري مع أغندا اللي بالكم أغندا تنترك دهب بـ 21 تريجيون دولار رغم أن مصر كانت من سنتين عملت اتفاق بين عسكري مع أغندا بردو جيبوتي الشهر ده أغسطس مصر اتحركت وعملت اتفاق مع الصومال عسكري تجاري ويوم الثلاث اللي فات رصد الكاميرات هبوط طائرات مساعدات عسكرية مصرية في الصومال وكانت الحرة قريت أن مصر ستعمل قاعدة عسكرية في قليم صومالي لند الانفصالي كمان يعني مش هنا وبس دفر قليم صومالي لند أو عرض الصومال في منطقة بلاد مونت فاكرينها اللي وصلت لأسفن أمريكا حاتش بسود في عاصر فرعنة دي محاولة لحصول إيسيوبيا على 22 كم على سحر البحر الأحمر من حكومة صومالي لند عشان بتستعد لتصدير بطاريات الكهرباء الأوروبا والصين دولة حديثة لمقابل عطرافها بالصومالي لند كدولة انفصالية من أرض الصومال أو من الصومال نفسه وده رفضت الصومال ودردت السفير الإيسيوبي وقفلت لهم الصفارة أمل إيسيوبيا يوم الأربع بعد ما مصر نزلت معدتها العسكرية في الصومال شطيتها مياه ونور عن إيسيوبيا بعتت وزير الدفاع على المغرب وده تحرق غريب عشان نعمل اتفاق عسكري مع المغرب طبعا هي دخلة للمغرب من صغلة الاتفاق الإبراهيم وعلاقتها بالكيانية المغرب قبلت الاتفاق الإبراهيم مقابل اعتراف أمريكا وغربا بين مغربية أو بمغربية الصحراء الغربية بوليساريو جزء من دولة المغرب والنهاردة جاي إيسيوبيا عشان تحترف بيها وتوعب في الاتحاد الإفريقي وقام المتحدة قدام جبهة مصر الجزائر وقرب إفريقيا ونجيريا اللي ما اعترفهش في تقارب مصري مغربي مؤخرا ودبرك من النوطة دي برغم المشاكل دي بس الأدها من كده هو الاتفاق بتاع منصة الأسمدة واللي بيسموده إبنماسية الفوسفات اللي عملته إسيوبيا والمغرب في 2016 بحوالي 5.3 مليار دولار عشان يحتكروا إنتاج السودان أو الأسمدة على مستوى إفريقيا وفي المقابل تزود إسيوبيا مزرعاتها يبقى عندها الفوسفات والمية اللي تروي وتخصب بها ملايين الأبدان اللي هتصدر محاصلة للتحاضر الربية عن طريق المغرب من خلال مشروع ربط السحل بالأطلس وهنا كان لازم إسيوبيا يبقى لها منفذة على السحل البحر الأحر عشان كده يتحرك تنحية الصومال لاند اللي هي ضعيفة اللي هتقدر عليه هنا محلولين في الصحيفة العرب الجديدة ودوتشفيلا الأرمانية بيقولوا إن اللي بتعمله إسيوبيا دلاء بلنار لأنها بتحدد التوازن الجيوستراتيجي في القوة على مستوى قارة إفريق وده اللي مش هتسمح به لمصر ولا الجزائر حركة مصر واللي بينهم مشروعات كتير موفرة ولا عدد كبير من الدولة اللي بقوا في الكابهة وإسيوبيا والمغرب واللي معهم في الجبها تاني وده نحلة عن المغرب عشان حنوضح الأمور دي بالتحديد إسيوبيا اللي عايزة تضرب العلاقات ما بين مصر والمغرب بتدخل من الصغرات مش كده وبس دي إسيوبيا جامت خبير أمريكاني يهودي إسيوبيا أصل ماسك شركة مايكروسوفت في إفريق يتولى مسؤولية جهز بالاستثمارات الأجنبية اللي تتملك العقارات أو يتين بتملك العقارات في إسيوبيا والمصانع مقابل التقى الرخيص ومؤيزات قانون استثمار الجديد بتاعهم اللي سمح للأجانب بالتملك دول بيوشوا من مصر بقى وهنا هتلاقيه براية كل خطوة في مصر وبيستنسخها عنده والمقصود بتحرقتها هو مصر ومعها جبهتها القوية التانية الجزائر وغيرها اللي مسجلين أقوى 2 جيوش عربية في إفريقيا والعرب العربي مجتمعي أو هما اللي فضلين لحد هنا كلام خلص ومستني تعليق حضرتك أنسي تقول لأحد المدراء التنفيذي في صندوق الناد الدولي هو اللي مصر بالكلام ده يا صحف اللي بدوره ومشل كل الكلام ده استني تعليقاتكم معلش الحلقة طارت من هنا شوية لكن صنعت الوعي استهل أكتر اشتركوا في القناة